اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال متحدث باسم الجيش الامريكي ان القوات الامريكية قتلت مساعدا مقربا لزعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي في عملية برية داخل سوريا وقال الكولونيل جون ماتيس او توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الامريكية ان عبد الرحمن الاوزباكي الذي يعتقد انه من اوزباكستان قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في السادس من نيسان ابريل واشارت وسائل الاعلام الان العملية البرية اسفرت عن مقتل المدعو عبد الرحمن الاوزباكي لافتة الى انه هو المسؤول عن التخطيط للهجوم على ملها ليلي بمدينة اسطنبول التركية في رأس السنة الماضية قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس في مؤتمر صحفي ان منفذ هجوم الشانزيليزي في باريس هو كريم الشرفي وعمره تسعة وثلاثون عاما ولد في فرنسا واوضح المسؤول القضائي ان الشرفي ضلوها في عدة سوابق واعمال عنف كما انه اعتقل سنة الفين وعشر بسبب تهديده رجال الشرطة واضاف ان السلطات عثرت في مركبة المهاجم على قنبلة يدوية الى جانب مصحف لكنها لم تجد اي وثائق تفيد بتواصل المهاجم مع جماعات متطرفة اعلنت الامم المتحدة عن تفاؤلها في التمكن قريبا من ارسال مساعدات انسانية الى سكان الغوطة الشرقية المحاصرين وكذلك في دومة بريف دمشق وقال مستشر المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا ان على الامم المتحدة الوصول الى الغوطة الشرقية بشكل عاجل مشيرا الى ان هناك نحو سبعين الفا من المحاصرين في دومة واربعمائة الفا في الغوطة الشرقية عموما اعلن مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع العراقية عن بدء القوات المشتركة بتنفيذ هجوم واسع بغطاء جويا امريكي يستهدف احياء عدة يحتلها داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل وقال العميد محسن جواد الطائي ان القوات المشتركة باشرت فجرا هجوما واسعا على احياء باب الطب وباب البيض وسط الساحل الايمن الغربي لمدينة الموصل سيطرت قوات الجيش الشرعية اليوم على مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في محافظة صعدة وقال محافظ صعدة هادي طرشان ان رجال اللواء 102 بمحور علب سيطروا على التباب السود كاملة واحكموا السيطرة على جبل شعير الاستراتيجي واشار الى ان رجال الجيش كبدوا ميليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الارواح والعداد شكرا للمتابعة الى اللقاء